رجعنا لكم تاني وبرحب بضفتي العزيزة معالي النائبة غاد عاجمي وعضوا مجلس النواب عن المصرين بالخارج أهلا وسهلا بيك يا فانت أهلا بحضرتك كان لنا لقاء سابق من سنة فاتت وكنا بنتكلم على مدى أهمية المصرين في الخارج وهم ضلع أساسي في الاقتصاد المصري شايف حضرتك دولر برلمان هل قادر يوصل الصورة كاملة لطلبات المصرين في الخارج للحكومة عشان تقدر تبتيج تاخد قرارات جزرية ونقدر نحاول نطلع بأكبر داعم للاقتصاد المصري في الفترة الحالية أولا عايزين للأول نعيد على المصريين بعيد سينة ونقول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة ومصر بخير وإن شاء الله في تأهدهم بإذن الله ونجني ثمار العشر سنوات الماضية بإذن الله ده أولا ثانيا فخامة الرئيس في عهده ملف المصريين في الخارج كان لي الأهمية الكبيرة طبعا تم اختيار جزء يمثل المصريين في الخارج في البرلمان الماضي والبرلمان الحالي وعددهم تمانية كأعضاء مجلس نواب ينوبوا عن المصريين في الخارج يوجد وزارة للهجرة وطبعا التمثيل الكبير الخارجي اللي هو وزارة الخارجية اللي بنكني لها كل التأدير والاحترام بما تحتوي من تمثيل عمالي وثقافي وعسكري في كل بلد موجود فيها السفارة أو الكنسولية المصريين في الخارج هنقول أنهم قاموا بدورهم على أكمل وجه على مر السنوات الماضية من قبل حتى ما يكون لهم تمثيل في البرلمان ليهم طلبات أيوة أنا قلت مليون مرة أنهم لم يقصروا ولن يقصروا مصريين في الخارج تقريبا حوالي 14 مليون لهم كل التأدير والاحترام ولهم الدور القوي الفعال سواء في الداخل أو في الخارج باختصار كده في الخارج الوطنية الكبيرة اللي بيتشبع بيها كل مصري موجود بره اللي مرحم ربي طبعا وتحولتهم وصرفوهم على الكثير من أهليهم وهو الكل واحد بره بيصرف على بيته اتنين وثلاته وبيكون مسؤول عليه بيمثل بلده وبيشارك فيه الانتخابات في التغييرات الدستورية فيه ويقوفه لما بيستقبل أي مسؤول صغير لحد فخامة الرئيس ودي أنا سمعت تعليقات من جنسيات أخرى انتوا ليه بتقفوا للرئيس لما بييجي كده وتبقوا عايزين أولا يعني احنا ما عندناش كده وقتلوا انتوا ما عندكوش كده لكن المصريين بتاريخهم عندهم كده المصري بتاريخه بيحبوا بلده وبيحبوا وطنيته وبيدي وما عندوش أي أدنى تأخير أو تفكير في تأخير انه لو عنده حاجة في قده انه يقدر يقدمها لبلده وبالتالي ليهم طلبات آلينا طلبات انت حطيتي نفسك في السيغة الجماعية لاني أنا حضرتك أربعين سنة مقيمة بره كان لينة طلبات في طلبات يعني أنا بما اني كنت وما زلت مقيمة بره وأولادي وأهلي مقيمين بره شريحة كبيرة جدا 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 بلا يعني أنا ما اشتغلتش في مصر المعظم الوقت في الخارج كل الوقت كان في الخارج وطبعا احتكاكي في شغلي كان بالفرونت لاين وبالناس بكل جنسياتها بكل طواقفها والمصريين بكل الكاتجري بتاعهم من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير أول ما جيت البرلمان الأولاني من 2014 قلنا في طلبات البرلمان جهة رقبية وتشريعية بالزرط مش جهة تنفيذية فببصة لقي كانت تعليقات ومعارضين ومعارضات يقول لك إيه طب انت في البرلمان أو انت في البرلمان عملتولنا إيه وانت احنا شغلنا يا جماعة رقابي وتشريعي داخل المجلس مش خدمي ولا تنفيذي بنشارك ونقترح بأدوات رقابية محددة وما أصدهم يمكن توسيل صوتهم للمشؤون الصوت بيوصل انت حضرتك انت بتوصل صوتك إزاي ما أنا بوصل أهو أنا بتكلم صح صح ولا لا وعندك أدوات رقابية محددة يا فندي أدوات الرقابية المحددة بتمنح عليك الحكومة عشان تقدم بيها أو توصل بيها الصوت اللي انت عايزه أو الاقتراح اللي انت عايزه أو مشروع القانون اقتراح برغبة طلب إحاطة إلاخ إلاخ إلى الاستجواب والاستجواب ده مش ان انا هطلع الصبح اقول انا هستجوب الوزير الفلاني لا طبعا ليها قواعد ليها قواعد وليها قوانين وليها إذن وكل حاجة بتتعرض على الأمانة العامة وعلى المعالي رئيس المجلس وبتروح للجان ولما تروح للجنة ممكن رئيس اللجنة يحدد لها أكتر من رئيس لجنة وأكتر من لجنة على حسب الموضوع اللي بيطرح فأنت بتطرح الموضوع بتاعك يعني مثلا قانون الجسامين و وصندوق تكافر للمصيرين في الخارج من دي وان انا اتكلمت فيه واستفادة واكتراحات وقامت أكتر من اللجنة على مضي سنوات مش شهور بقى واتكلمت وناس كتير مقتنعة بي ولكن في وزارات يعني انا دخلت فيه جميع الوزارات تقريبا باستفادة على أن يكون شامل كامل أن هو يبقى فيه ينزل الجسامين بطريقة مقننة بسيستم بطريقة زي اللي احنا تعودها نشتغل بها بره من غير محتاج لا فلان يتدخل ولا دا يتكلم ولا حتى تكون ميزانية أو موازنة تكلف مثلا وزارة الصحة 12 مليون كان بيعالج كتير جدا هتقول لي طب ليه ما تعملش أنا قديت شغلي أنا قديت شغلي أنا وصلت شغلي وتابعته سنة واثنين وتلاتة وأربعة وده اللي خلاني انتقدت وزارة الهجرة السابقة في هذا الموضوع كسلطة تنفيذية وتحت قبة البرلمان واتكلمت وقلت باستفادة أنت حضرتك ما عملتيش كذا وكذا وكذا وإحنا تكلمنا لكن احنا كان لنا لقاء وحوار قوي جدا معادي السفيرة سوء جندي وزارة الهجرة وشؤون المصرين في الخارج وبالعكس احنا ابتدنا نشوف أن فيه تحرقات إيجابية منها مثلا كان فيه في موضوع الحلقة كان في سيزين أولين الصناعة قرار وكانت حضرتك دفتنا العزيزة وتكلمنا على مبادرة السيارات وفعلا نجحه وابتدت مبادرة السيارات يعني لما بنيجي بنخش دلوقتي على اليوتيوب أو في السوال شال ميديا تلاقي المصرين السؤال اللي بيشغل بالهم مبادرة السيارات هل هنكمل ولا هتنتهي مع نهاية شهر إبريل يوم 28 معانا جاية لحضرتك بقى إن إحنا بكلامنا لدرجة إن إحنا في اللجنة في الدورة السابقة إحنا طالبنا إن إحنا نشيل وزارة الهجرة ما ده ما لهاش لازمة شوف لدرجة إيه ولكن وزيرة الهجرة الحالية سفيرة سوها أداء فعال أداء فعال ومستمع جيدة يعني من حضرتك تنصت وتستمع وتقولك طريقة الحل إيه وانا قلت قبل كده وصرحت هذه السيدة حقيقي في جانب المصريين في الخارج قلبا وقالبا لإن موضوع السيارات اللي إحنا عرضنا عليه وقلنا سيارة لكل مختارب حتى لو كل عيلة وبدون جمارج هي قدمته على ده هي وزيرة في وزارة بتحكمها وزارات أخرى ومتدخلة فيها وزارة المالية ووزارة الاستثمار صح صح أنا شفتها كنا في اللجان عشان بنتناقش عشان موضوع السيارات يعني مستقتلة عشان نوصل اللي إحنا عايزينه ولكن صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ووزارة الاستثمارات وصلنا للنتيجة اللي هي وصلت لها إن المصريين في الخارج يقدر إنه هو بعد طبعا اقتراحات وبعد كلام مني ومن سادة النواب الآخرين إنه تبقى بس أنا هاخد من وجهة نظر حضرتك دلوقتي معظم الناس أو معظم المصريين في الخارج ديهم طلب وهو مد مبادرة السيارات بس احنا خصوصا نحن عارفين مبادرة السيارات كان لها وضع معين في الاقتصاد المصري كنا بنوجهه في الفترة السابقة وفكرة السوق السوداء أو السوق الموازي فكان الموضوع ده بيحاول يزود تحولات المصريين في الخارج دلوقتي الوضع شوية بدأت استقر وتحولات المصريين في الخارج بدأت تزيد ما بعد تحرير سعر السرف في الفترة الماضية شايف حضرتك إحنا محتاجين نزود أو نمد مهلت الموضوع السيارات يعني زي ما المصريين عليهم واجبات ليهم حقوق يعني حضرتك بتبص من ناحية الدولة دول أولاد الدولة وما أسروش ومش هيأسرو أنا ليه ما مدهاش وأخليها بدل كل أفراد الأسرة لفرض واحد في الأسرة ونفس ده تستمر ليه لا؟ واحنا شفنا أسعار السيارات اللي وصلت أرقام خيالية طبع أفر برايس بطريقة يعني محدش إلا قل القليلة اللي يقدر أنه يتعامل معاها برضو تكملة أنا ما قلت لكش بقى إيه نشيل إعفى سيارة وبلاد كتير قلت قبل كده أقل منها اقتصاديا من حق كل مصري مخترب قد أكتر من عشر سنوات منهم تونس وغيرها 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 إنه هو ينزل بعافش بيت واحد وصيارة بدون جمره خالص لأ أنا بطالب دلوقتي إن إحنا نكملها أول حاجة داخل كويس بالبلد ثانيا هتبقى فيها عملية موازنة وتوازن بالنسبة للسوق الداخلي عشان الناس كمان اللي عايشة جوه ما يبقاش الغلق الرهيب اللي إحنا سمعينه في السيارات بالزبط بما لا يتماشى مع دخل المصريين نهائي وفي نفس الوقت خدمة للمصري اللي موجود إن سيارة فعيلة أو هو فعيلة قد عشر خمستاشر سنة تحول وتقنن وتكمل تبقى على طول بدل ما ينزل ويدفع فلوسه ومش هياخدها تاني لأ هياخدها تاني بعد خمس سنين أنا بطالب إن هي تتمد كمان سنة في الوقت اللي إحنا فيه إحنا لسه مفيش معافاة كاملة بزر سنة كمان وبعد كده تعمم للمصريين ليه إحنا بنجري وراهم علشان إحنا اللي محتاج لهم في الوقت ده وبعد كده خلاص إنتوا حشين بقى لأ بدل عملنا قصة نجاح نكملها معهم خلاص بقى يعني إنت 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 ليه عايز تاخد اللي إنت محتاجه طب ما هو محتاج يا جماعة ما هو المصري بس مش الفترة دي لإني لحظ حاجة حضرتك في مصريين كتير جدا معهمش الفلوش كانوا يشتروا سيارات قالوا يسجلوا معهمش الفلوش اللي هي تخولهم للتسجيل أو تخولهم إن هو يدفع المبلغ اللي هو موجود دلوقتي أو يعمل أو ما يعملش إيه فلسه هي كانت مبادرة سريعة ما كملتش سنة وفي نفس الوقت فيه ناس محتاجة إن هي تتعافى من الجيون اللي عليها لإني فيه ناس كتير عايشين في جيون بره خلي بالك ومش كل الناس مرتاحة هو مش زي ما الناس فاكرة بيغرف بفروس وحاضر تانية حدوس على الزرارة حولك لا فيه ناس عايشة ده يخليني أنقل لملف تاني مهمة أوي وهو ملف تأمين الصحي للمصريين في الخارج إيه وضعه؟ إيه التطورات اللي فيه؟ إيه المميزات اللي فيه؟ شايف الملف ده إزاي يا فانت؟ ما هو أنا قلت لحضرتك الصندوق التكافر المصريين في الخارج ده كان من ضمنه تأميني زي النقابات المختلفة زي نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونقابة المهندسين واخد بالحضرتك ولكن الآن فيه مشاريع كثيرة جدا يعني اتقدمت ونتكلم فيها بس بحيث أن هي أفرع برضو لسه متفرقة ولما أنا طب قلت طب فيه نعمة نقابة قالوا لي يتعرض دستوريا مع هم أصحاب النقابات الأساسية قلت لهم يتم اختياره بين النقابة الأساسية والنقابة المصريين في الخارج إيه لأن يخرج من المصريين في الخارج ويخش نقابته الأساسية التشريع عندنا يعني أنا عرضت الاقتراحات جي كلها وأنا على طول على تداول وحديث مستمر بيني وبين المصريين في الخارج وبستمع برضو كويس جدا والكلام ده أنا بقوله للوزيرة ولكن بيتعرض بعض الأمور اللي بحس اللي فيها بعض البيروكراطية زي لما أنا سئلت لماذا تراجع تحويلات المصريين في الخارج ده كان السؤال التالي اللي هسأله لي يا جماعة الخير إحنا المصريين في الخارج بحس كده يتيم الأب والأم يعني فيه هو أي حاجة مصريين في الخارج أبصت ألاقي حد طالع يقولك افرد عليهم رسم دخول كذا 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 افرد عليهم ربع المرتب يحولوا كذا كذا ده فيه ناس ما بتكفيش المرتب يا أستاذ الفاضل انت لو مخترب زينا وعايش بره تلت تربع لموجودين بره بيكملوا شهر بالعافية عايشين آه وكلين شربين نايمين بس بالعافية انت انت ما فيش انت يعني درايب 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 يعني انت يدفع كذا ويدفع كذا ليه يدفع ليه يدفع ليه وهو بيدفع وهو بيدي وهو تسند البلد وهو 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 دي حاجة الحاجة الثانية بقى موضوع كنت اثرت فيه طلب لدولة رئيس الوزراء تجديد الأجازات للمعارين في الخارج وخصوصا أساذة الجامعة ومهندسين البترول وأساذة الأزهر ده ملف مهم جدا ده يعني أول حاجة حضرتك انت بتخاطب شريحة قوية جدا سواء من الراتب أو من المكانة أو من حاجات كتير قوي بيطلع الأستاذ الدكتور الجامعة بيقدم فيه أجازاته بالقوانين اللي هي مطروحة في مصر سنة وسنة 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 لحد عشر سنين وممكن في وسط العشر سنين كمان يقفولوا ويعرقلوا تجديد أجازته وفيه بيطلعوا مرافقين للزوجة اللي هي بتكون أستاذة جامعة أو مدرسة أو إلخ 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 زائد مهندسين البترول بياخدوا أجازة بدون مرتب من شغلهم لحد لما يشوفوا أمورهم حتمشي ما بيحملوش عبق على الدولة المصرية أو الأقصد المصري لا ده أنا أزيدك بقى من الشعر بيت هو مصري في الخارج هو بيدفع التأمينات بالعملة الصعبة هو بيحول لك فلوس اللي هي تعتبر الدخل الأول لجمهورية مصر العربية هو شاي الهم ومنع البلد هو وأسرته وكذا أسرة حواليه وأنا يعني طب إيه الاستفادة اللي هيوصلوها لو عرقلوا مثلا أنا باعتبرها بعد الردود اللي كانت وصلتني إنها بيروكراطية بحتة يعني أنا وصلتني بعد الردود من ضمنها المجلس الأعلى جماعة يقولك أنا فيه تخصصات مش موجودة عندي في الكلية طب يا أستاذي يا فاضل إزاي حضرتك وإحنا مصر ولادة ومصر كل سنة ما شاء الله بتخرج ألوف مش مئات مؤلفة من التخصصات الكتيرة الكبيرة على أعلى مستوى نظام الخليج يا أستاذ الفاضل بيعين أي موظف أو أي موجود عنده بنظام سنوي بيوجدد تلقائي طب ما حضرتك هو بيدفع لك التأمينات وبيدفع لك فلوس وبيدفع لك تبرعات ساعات للجامعة نفسها ما تشغل الناس دي وتبقى تحت التدريب أكيد وتحت عينك سنة بسنة إيه لأن يبت في أمر الرجل اللي موجود برا إذا كان حييجي حيقول له مدة السنة بتاعتك خلصت صح هنعمل كذا الدكتور راجع لا الدكتور مش راجع يبقى مش راجع يبقى حيكمل ويتسبت صح يبقى إحنا إيه عالجنا البطار اللي موجودة وفرنا عملة صعبة وفرنا عملة صعبة سيبنا مكان اللي موجودين للتدريب والتدريس وال ما يمكن اللي طالع ده يكون أحسن بديهم مرة من اللي موجود برا صح نقدر نستفيد منه عنوديهم فين ما إحنا لازم نستفاد بخبرتهم ونديهم فرصة وإنت عندك المكانة دي مقفولة بالتأمينات اللي بيتفحها كل سنة بالدولار صح ما عندك مكفولة بالتحويلات اللي بتفيدك وتفيد أسرتك وبلدك وشعبك حل البروكراتية اللي احنا مزلوين فيها دي حلها إيه يا أسوة زرية؟ حلها قرار وليه دايما منتظرين القرار من رأس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعني أنا بقول ربنا يكون فعونه ربنا يكون معاه يعني أنا آخر مرة لما الحمد لله الفترة الرئاسية والانتخابات والنتيجة طلعت طول ربنا يبعد عنك ولاد الحرام ربنا يوقف لك ولاد الحلال ربنا يا رب يعينك ليه؟ لأني مش كل حاجة هنلجأ للرئيس مش كل حاجة يكفي هممنا في الخارج يكفي الكماشا المعمول علينا الدورية المعمولة علينا الوضع الاكليمي الصعب اللي احنا من الواقع خط ملتهب والراجل بيحارب من برة وبيحارب جوه وبيحاول يبني بلد في عشر سنوات مفيش إنجازات اتعملت في العالم كله بنفس الإمكانية ونفس المستوى في آخر سؤال في الحلقة عايزة سأل حضرتك شايف من وجهة نظرك أداء الحكومة منتداء من فجاعة كورونا لحرب روسيا أوكرانيا مرونة من بحرب غزة والوضع الصعب اللي مرنا فيه الفترات اللي فاتت شايف أداء الحكومة المصرية هل قدر يعدي لبر الأمان من كل العقبات دي ولا كان فيه قصور في أماكن معينة محتاجين تغييرها في التعديل الوزاري القادم شوف حضرتك كل الشكر والتقدير لحكومة دكتور مصطفى مدبولي وأنا عملت معاه كان وزير للإسكان في الدورة السابقة وحاليا برضو بقول الله يكون فعونه أولا هو رجل ملتزم جدا ورجل بيعمل ليل النهار ولكن لازم العجلة تدور بتكاتف الأيدي يعني أنا ما أقدرش مثلا أقولك دكتور خالد عبدالغفار ما اشتغلش لا الملف دكتور خالد عبدالغفار من الدكاترة اللي يعني وفوا كتير في وزارة التعليم العالي بحاجات كتير وكان مكمل بقى تشير في وزارة الصحة وربنا يا رب يسر نشوف هتمشي إيه أنا اللي أنا بطلبه إحنا عايزين نشتغل بدون بيريقراطية عايزين نشتغل بتكاتف الأيدي عايزين نستمع جيدا حتى لو أي حد معادي جاء فكرة كويسة مش شرط هو مين فين ليه مش عيب ولا غلط مش عيب ولا غلط إن أنا أستمع لللي قدامي وأقدر إن أنا أنفس وأجيب نتيجة لأن من الممكن حد يضللني لشيء ما هو شايفه ويكون بعيد خالص على الدوق فأنا لازم يكون عندي open mind بعد front line والsecond line والthird line وهكذا واخد بالحضرتك فلازم الاستماع الجيد لكل من حوالينا وإن إحنا ما بنتكلمش حاجة ضد الدولة إحنا الله الوطن رئيسي أنا شخصيا قلبا وقالبا مع دولتي مع المجهود الكبير لأم بي فخامة الرئيس مع كل مجهود أم بي سواء ما هو ممكن اللي بيقدم مجهود دي إمكانياته يعني دي إمكانياته طيب ما فيه إمكانيات أكتر ما استفدت منها ليه يعني مين انت ليه تعارض وعنده واحد إمكانيات ممكن يدي في الملف ده وممكن يجيب نتيجة وممكن 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 وبالتوجيهات معينة تكاتف الأيدي مطلوب جدا الفترة القادمة زي ما حضرتك قلت مش كل حاجة عايزين قرار من فخامة الرئيس لأن كل وزارة المفهود أن هي تتفهم الأمر وروح القانون روح القانون إحنا بنشتغل بروح القانون شايفين الرؤية إزاي دي حاجة الحاجة التانية اللي موجودين برا ساعات أجي أفهم حد أنت مش عايز تسمعني ليه كبر مثلا مش حينفع لا ينفع طب أقول لي إيه ينفع وإيه ما ينفعش لما أنا بقولك برا المفهود حاجات فيها تقنن كل التأدير والاحترام على المجهود الكبير اللي قاين بيه المصريين في الخارج بس لازم تقنن فيه حاجات فيها شقة أنا شايفاها كنائبة وكمغتربة وكقعدة سنين طويلة برا ما ينفعش أن كل واحد يستغلم منصب ولقب ويشتغل بيه حساب نفسه صح صح يعني أنت على أساس إيه ده أنا لسه جايلي حد يعني مسمي نفسه حد عشان يعني عبده مشتق أسكريها أسكريها يعني يعني دي حاجة فعلا حقيقي منصب غريب عجيب عضو الهيئة العليا وأمين أمانة العلاقات الخارجية والمصريين في الخارج عارف أنت حضرتك إزاي مفيش كلمة ما تقالتش واخد بالحضرتك تايتل معين حد طب إحنا عندنا أحزاب كتيرة جدا ملايين المواطنين مشتركين في الأحزاب ولكن في قواعد تحكم البلاد وخصوص البلاد العرارية في ممارسة الحق السياسي أو الحق الاجتماعي أو كذا وفي أصول معينة بتتخذها الخارجية وغير الخارجية ما ينفعش أنا بنفسي أطلع بطايتل أنا مدير مهندس دكتور مدرس مجرد أن أنا أخذ لقطة واللقطة دي أنت مش عارف هيتعمل بيها إيه صح يعني مجرد أن أنا عبد المشاق يبقى أنا روحت طب صفتك مين يا فلانة ولا يا فلان ما فيه صفة ما فيه صفة مين اللي هيحسبك وأنا حفضل على الصغيرة وكبير على مستوى العالم حسب كل واحد يروح لدرجة أن الشخص ده أو الشخصة دي اللي راحت للراجل تكرمه قال لا لو سمحتي أنا ما طلبتش منك تكتبي اسمي أنا ما طلبتش منك تنشوري ولا حقيقة لي ما أنتوا ناجي لأن هي اللي حصلت عليه الصورة عشان يبن أنا موجود العملية مش حكاية أنا موجود أنا موجود لكل مواطن إن شاء الله صغير كذا لكن العملية أن ده بيأثر على المواطنين اللي موجودين داخل الدولة نفسها بيتقال إيه بصوا المصطين بعملوا إيه تيجي حد تشتغل صح يقولك ما هو إحنا الدربكة والجنسيات التانية فيه كذا إحنا عندنا أكتر من 250 جنسية وده حقهم وده حقهم 250 جنسية تحت مظلة سمة معينة مفروض يتبعوا القوانين الدولة اللي هي موجود فيها لكن ما تشز تطلع أنت تعمل كذا لأن دي ليها وليها ناس معينة مش أي من نهبه ودبي أنا يتكلم بإسم البلد في النهاية إحنا بنشكرك معالي النائبة غاد عاجمي نتمنى يكون لنا لقاءات تانية أخرى لأن الملفات كتيرة وموضوع المصريين في الخارج يومس بس أنا عايزة أعيد وأشكر معالي وزيرة الهجرة على المجهود الكبير اللي قامت بي واللي بتقوم بي إنها مستمع جيدة وستة بتاعت شغل مش بتاعت شو ومش بتاعت مظهر وكلام وكذا هي تحسن العمل حضرتك لخصتها لما قلت هي بتاعت عمل مش بتاعت شو شكرا معالي النائبة شكرا جيدا في النهاية بنشكركم على المتابعة وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة ونواصل مناشة أهم التطورات الاقتصادية مصري بخير ولسه الأمل موجود طول ما الفكر بيتغير وإن شاء الله حنشوف تطور جديد الفترة القادمة شكرا ونلقاكم في حلقة جديدة من سما قرار شكرا